السلام عليكم الأخبار اللي نسبة كبيرة من جماهير المنتخب التونسي تستنى فيها هو أنه نسمعوا بعض مننا اللعبين المعاينين متقمسين ألوان المنتخب التونسي على غرار حنبال المجبري ياسين العياري يوسف الشرميتي وهيثم أحسن تقريبا هذو ما اللاربعة الملعبية اللي جماهير أو نسبة من جماهير المنتخب يستنى وفاهم وقتش يتقمسوا ألوان المنتخب التونس باش نكونوا واضحين صحيح بعض التصريحات اللعبينة المزدوجي الجنسية ممكن بالأكيد ما عجبتش جماهير المنتخب التونسي على غرار يوسف الشرميتي اللي في تصريح في قناة بورتوغالية قال الأولوية للمنتخب البرتوغالي بعد المنتخب التونسي جماهير المنتخب التونسي من حقها إنها نوعا ما تغضب من التصريح هذا لأنه حسد فيه تقليل وتنقيص من المنتخب التونسي شنو المنتخب البرتوغالي وبعد المنتخب التونسي ويسكت على روحك ومباشرة وقت اللي تختار اختار يعني قص بالمادي وقت اللي تقول المنتخب البرتغالي يعني المنتخب البرتغالي مزال ما ثم حتى شي هك ساكت كيف بقية اللعبين اللي حد الآن مزالوا ساكتين ومعطاوش كما نقوله احنا التصريح صحيح واللي اعطاو قرار صحيح المنتخب الفلاني يعني المنتخب الفلاني وهذاك عليه جماهير المنتخب التونسي غاضبة من تصريح يوسف السرميت يا معلش قلت خليونا نكونوا واضحين ريت وقت اللي تتغير المعطيات راهو يتنسى كل شي لو في المستقبل يوسف الشرميت يتقمس الوان المنتخب التونسي وخاصة وقت اللي يقدم الاضافة واهم شي انه يقدم الاضافة راهو كل شي يتنسى لانه بالنسبة الجماهير المنتخب اول شي واهم شي هي الاضافة للمنتخب بالتصريحات راهو كيما قلنا تنسيت يا ما حروب بين دول وبعد تصالحوا وتنسى كل شي فما بالك بتصريح متع لعب كرة قدم باش نأكد لكم انه اهم شي بالنسبة للجماهير هو المردود عمرو مكان تصريح اللعب حمزة رفيعة حمزة رفيعة وقت اللي يتقمس الوان المنتخب التونسي في الطوب حمزة رفيعة منتقلب خمسة مليون اورو مليون اليوفي حمزة رفيعة سجل في ثم نهائي كأس ايطاليا حمزة رفيعة اللي قال اختيار المنتخب التونسي كما قال حنبال المجبري اختيار القلب فينو حمزة رفيعة تو يندرام الزيل ثم شكون يحكي على حمزة رفيعة يندرام الزيل ثم شكون يضرب البوني على حمزة رفيعة ويقول يستحق انه يكون متواجد في المنتخب التونسي لأنه المستوى بتاعه نزل ومشوف ناش حاجة كبيرة قدمها للمنتخب التونسي وقت اللي تقدمت له الإضاءة أو الدعوة نفس الشي فيما يخص 200 لو تتقدم له دعوة أو يتقامل سلوان المنتخب ويسجل هدف واثنين وثلاثة وفي مقابلة مهمة ومصيرية يسجلك هدف مهم راه يصبح الهدف ويصبح المواجم رقم واحد في المنتخب التونسي والناس كل يوسف 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 لذي راه التصريحات تمشي على روحها أهم شي إنه اللاعب يقدم إضافة وقت اللي يتقمس ألوان فريق أو منتخب جيوا الحاليا للأخبار اللي تهمنا كجماهير للمنتخب إسماعيل الغربي بعض الأخبار تقول اليوم إمكانية أو اقتراب من تقمس ألوان المنتخب التونسي إن شاء الله مع بعضنا اليوم نعرفوا شنوة صحيح ما الغالب نقطة فقط راه هو البعض ولهنى راني ما نتكلمش هكاكة يعني تصورت ولا من رأسي حكيت كلم ليه وقت اللي ندخل للتعليقات ونشوف عشرين وثلاثين واربعين تعليق متقربين وقتها نحكيوا عليه إما تعليق واثنين هذا نقولوا عليه الشاذ يحفظ ولا يقاسوا عليه بعض يقول لك تيربي معاه مشاه لفرنسا ومشاه لإسبانيا وتوجيه الذل للمنتخب التونسي راه هو مزيل متغير حتى شي راهي فرنسا ما قالتش لي الإسماعيل الغربي إسبانيا كيف كيف ما قالتش لي الإسماعيل الغربي وإسماعيل مزيل مش صون برسون قال نعم للمنتخب التونسي لذا راه هو متغير شي هذي نقطة نقطة أخرى راه هو من حق اللاعب كيف من حقك أنت ومن حقي أنا بش نختاروا الاختيار الأمثل أنت يعني وقت اللي الاختيار تكون مش في مصلحتك تقول ليه نختار اختيار آخر من أجل تونس أختنا من الكورة نحكيه ومنطق يعني كل إنسان راه يفكر في مصلحته قبل مصلحة الجميل كلمة الحق راه يتتقال تصور أنت واحد مولود في تونس عاش في تونس تربى في تونس سقراه في تونس ممشيتش معاه في تونس يحب يخرج البره يشوفوا حياته يقولوا له ليه والله هي أقعد في بلادك وانفع بلادك وهي ما فيهش لاخدم شوفوا ردة الفعلة متاعه كيفاش باش تكون وشوفوا الجواب متاعه وأكيد بكنا نعرفوا الجواب متاعه كيفاش باش يكون لذير أنا من نجموش نظلموا إسماعيل الغربي راه هو وقت اللي يتقمس ألوان المنتخب التونسي يظلموه كما ظلموا بعض الملعبية في السابق راهوا ليه وبيش تنفعوا أنتي وليه وبيش ننفعوا وانا إسماعيل شارك مع الفئة السنية للمنتخب الفرنسي كيف كيف تقمس ألوان المنتخب المتادورو شارك معاه في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي دارت في الجزائر تقريبا عامل تالي حكيت وقتها مع الوالد متاعه كل شي موثق وكل شي عندي ووقت حكيته ونزلته في حلقة سابقة الوالد متاعه قال لي راهي أكبر غلطة قام بها إسماعيل ونادم على الأخر أنه تقمس ألوان المنتخب الإسباني أكيد اليوم كنا في مواقع التواصل الاجتماعي شفنا صورة إسماعيل الغربي وهي قاعدة دور إسماعيل الغربي اللي كان في زيارة الجربة تقريبا أربع يام التالي بعض الأخبار كيف كيف تقول إسماعيل بش يكون متقمس ألوان المنتخب التونسي في التربس القادم تربس الشهر الجواء اللي بش تكون فيه مقابلة ودية أمام المنتخب الجزائري في الجزائر كيف كيف بعض الأخبار تقول رسميا إسماعيل الغربي بش يتقمس ألوان المنتخب التونسي على حسب اخر اخبار والد اللاعب نفهمه من كلمه انه الاخبار اللي قاعدة دور اليوم اخبار صحيحة لو متغيرتش بعض الامور كيفاش متغيرتش بعض الامور هنا يدخل فيها فريقه البي اي جي اللي اكيد راهو بش يحاول و بش يضغط على لاعب وانه ما يتقمسش الوان المتخب التونسي وصارت هذه في السبق راهو مع اللاعب الجزائري لاعب اليون حسام عوار حسام عوار كان راهو بش يجي للجزائر تقريبا ستة شهور التالي بما انه المتخب الفرنسي ما قدملوش الدعوة وما كانش متواجد في مسابقات عالمية لكن فريق ليون رغم هذا اضغط عليه بش ما يتقمسش الوان المتخب الجزائري قال لا بش نتقمس الوان المتخب الجزائري يشوفو حالين شنية قاعد يصير الحسام عوار لذا لو فريق البي اي جي ما اضغطش على اسماعيل الغربي الهنايا اما البي اي جي يضغط على اسماعيل واسماعيل يرضخ يعني بش تتأجل نوعا ما دعوته للمنتخب التونسي لكن لو البي اي جي يضغط واسماعيل ما يرضخش بالنسبة كبيرة بشنا القاوة بازياء المنتخب التونسي فتربس القاعد ان شاء الله تم الصفقة لانا في مصلحة المنتخب التونسي وهو نقول هي لكم من طول لو شفنا اسماعيل الغربي يتقمس الوان المنتخب التونسي راهو الشكر الكبير ليرجع المسئولي الجامعة التونسية ولا هم يحزنون هما فقط يجيوا في الاخر ويتكلموا الشكر الكبير يرجع العيسى العيدوني الشكر الكبير يرجع النعيم اسليتي على حسب والد اللاعب باتصال كبير باسماعيل الغربي بش يتقمس الوان المنتخب التونسي راهو بحول الله لو الغربي يتقمس المنتخب وبالباب يتفتح اكثر للبقية حتى لو مش هاشن احسن حتى لو مش يوسف الشرميت والياسين العياري راهو ثم شبان صغار طالعين حاليا شبان افضل منهم شبان تونشط في اندى كبيرة في اوروبا رانا نحكيوا على ريال مدريد رانا نحكيوا على روما رانا نحكيوا على ميلان رانا نحكيوا على اندى كبيرة في اوروبا فيها إملاس الملعبية التوينسة بحول الله بتقمس الوين اسماعيل الغربي الملعبية هذو ما راهم بش يتحفزوا اكثر ويتقمسوا كيف كيف الوين المنتخب التونسي ونعودوا نقولها لكلها في مصلحة المتخب ومستقبل المنتخب بحول الله بش يكون افضل ببرشة بحاضروا وكيف كيف ماضية في نهاية حلقتنا كالعادة الباياري متبقى كيف يقولكم حاذ موافق للمنتخب التونسي حاذ موافق اللعبين الدوليين اللي ينشتوا في الدوريات الاوروبية وفي الدوري التونسي تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام